موسيقى عزائي المشاهدين مساء الحب والتفاؤل مساء الوفاء والإخلاص لأجمل من في الكون مساء العرفان برد الجميل للنهر الذي لا يجفه ولا ينضب نبع الحب والحنان بمناسبة عيد الأم قرر بالنامج قضايا وأسرار أن ينال نصيبا من رد العرفان للشمعة المقدسة التي تضيء لنا الحياة وقررنا النهاردة نكرم نماذج مشرفة من الأمهات المثاليات والنهاردة معنا اتنين من النماذج دي وهن يريد الكاميرا تنزل صورهم معنا الفائزة بلقب الأم المثالية الأولى السيدة الفاضلة الأم الفاضلة الحاجة في ريال محمد المتولي والأم الثانية الفاضلة الحاجة الشادية الحفني لا أجد كلمات تعبر عن مشاعر العرفان لكم فالأم هي العطر الذي يفوحه شذيه والتعبير الذي يسمو فيه علاه ومع كل إشراكة شمس نتمنى أن ينير تنيره سماءنا بالحب والإخلاص والمواد ده فقلبي الأم كعودي المسك كلما احترقه فاحة شذيه كل سنة وكل أمهاتنا وكل أمهات العالم كله بخير وبسلام ونبدأ فقرات حلقاتنا النهاردة وموضوع حلقات الفقرة الأولى التخاطب وتعديل السلوك ونرحب بضفتنا الكريمة الأستاذة نوران صفوت أخصائية التخاطب وتعديل السلوك أهلا بحضرتك ونورتي برنامج قضايا أسرق أستاذة نوران بداية هو التخاطب هو عبارة عن وسيلة للتواصل تمام وتبادل المعلومات سواء باللفز أو بالإشارة ممكن حضرتك تقول النبيمة أنك متخصصة في التخاطب ماذا تعني نكلم التخاطب وإمتى نقدر نقول أن الأم تبدأ تحط الخط الأحمر أن ابنها محتاج لجلسات تخاطب هو التخاطب نقل معارف وخبرات بين الأفراد والمجتمعات طبعا التخاطب ده عبارة عن لغة أنا بنقل اللغة بين الأفراد على حسب بقى ثقافة الآيه على حسب ثقافة كل مجتمع تمام؟ ده بالنسبة للتخاطب لكن لو هنتكلم على أمراض التخاطب تمام؟ عشان الأم إمتى هتحس أن أنا ابنها عندها مشكلة مثلا بيبدأ معنا مثلا من سن سنة نفروض أنه عند سن سنة هيطلع للك كلمة بتعدي سنة بيخش في الثاني الطفل ما بيتكلمش معايا فبتدأ الأم تقلق فبتلجأ هو مرض التخاطب إحنا الأول طبعا هنعتبره كمر هو نتيجة خلل نفسي ولا خلل عضوي؟ التخاطب الاثنين فيه عندك هنا أمراض اللغة ده بتندرك تحت مرض عضوي بيبقى فيه مشكلة عضوية بيبقى فيه تحتها كذا فئة أمراض اللغة والكلام ده مش بتبقى مرض عضوي ولا حاجة ده بتبقى زي لدغات بس مشكلة بس كده حروف بتزبطها مشكلة خنف أو التأتق والترعس وده أغلبها تبقى حالة نفسية أكتر الحالة التالتة لها أمراض الصوت ده بتبقى تندرك تحتها محاجة اسمها الحبسة الكلامية ده أمراض التخاطب إمتى أقدر أقول أن أمني تأخر عن كلام لما يبدأ زي ما قلت لك سنة سنة ما بيتطلعش مثلا أصوات ماما وبابا مفروض النواة سنة سنة هيطلع للك كلمة ما بدأش مثلا يطلع فالأمات مش بتهتم قوي تقولك هنسيبه عادي هيجي عن سن سنة سنتين كمان برضو مفروض أن هو هيدي لك جملة من كلمتين أشرب مية آكل تفاحة وهكذا برضو الطفل ما بيتكلمش فالأم مثلا بتبدأ تحس أن فيه مشكلة عن ابني ما بيتكلمش ليه مش زيه مثلا زي أقرانه فبتبدأ بقى مثلا أنها تلجأ مثلا لجلسات التخاطب وطبعا كل ما بيبقى فيه تدخل مبكر كل ما بنلحق الطفل بيبقى أكثر وطبعا التخاطب بيبقى فيه تيم كده بنشتغل مع بعض يعني مثلا بيبقى فيه دكتور مخو أعصاب بيشوف الطفل يعني هو لازم يكون فيه أكتر من تخصص لعلاج الطفل بيبقى فيه جزء علاجي على حسب حالة الطفل نفسه وطبعا بجانب تعدير السلوك أو تمامة المراض أو التخاطب اللي عايزة لو جانب ماء عضوي أو جانب مشكلة عضوية طبعا بيروح مثلا دكتور مخو أعصاب أو دكتور طب نفسي تمام حد متخصص أكتر بيشخص الحالة طبعا ولو محتاج أدوية بيديه له أدوية وبعدين طبعا بيحولوا للجلسة هل يا أستاذة نوران اللي تردد الكلام أكتر من مرة وتكراره ده بيعد بيندرك تحت أمراض التخاطب ترديد الكلام إزاي؟ يعني مثلا الطفل آه يعني هو بيردد الكلمة بطريقة عشوائية يعني مثلا يعني بيقول الكلمة بيجيبها مثلا متكررة آه دي هو أن أصدق حالة تقتقى؟ آه آه دي تقتقى ما هي دي تدرك تحت أمراض اللغة والكلامة تحت أمراض النطق والكلام تمام تمام دي تحت آه ده جزء منها قالية التقتقى والفقفاء لأنه هو بيكرر صوت مثلا أيوا بيكرر عم يطلع عنده اضطراب أنه هو يسترسلش كده في الكلام مرة واحد طيب هل التقتقى اللي حضرتك بتقولي عليها دي دي بترجع العوامل النفسية؟ بيتبقى أغلب الأوات بتبقى حالة نفسية الطفل مثلا بتعرض لصدمه بتعرض لحادسة فبإطار مثلا هو ما بيتزبطش الكلام بتاعه وفيسترسلش فيه فبدأ يحصل اليه وكذلك برضو لو فقط عنصر الحب والإحتواء داخل الأسرة بيحصل أساساً لما يبقى فيه مثلاً طفل مولود جديد غيرة بيبدأ أنه هيرجع بقى ممكن هيتأتقى في الكلام هيرجع بفيه تبول لإرادة تاني عشان إيه؟ عشان يحسسهم باهتمامه بس طبعاً هي وفيه بيبقى أسلي فيه تلعصهم طبيعي وفيه تلعصهم بقى هيبقى فيه مشكلة الطبيع ده من سن سنتين لما الطفل لسه بيبدأ يكتسب اللغة ويكتسب الكلام شيء طبيعي هو لسه هيتأتقى ده كده تلعصهم طبيعي لكن بعد كده بقى بيبدأ بقى يبقى فيه حس أنه فيه مشكلة فعلاً وبنبدأ أنه نحن نجح لك طبعاً الأسرة هنا لها دور مهمة جداً علشان تكون عنده حصيلة لغوية يقدر يواجه بيها المجتمع الخارجي هي الأم لو صدتوا وإسكت بقى أو تكلم بسرعة بتزود عنده المشكلة أكتر يعني تسيبوا يتكلم آه تسيبوا يتكلم وتفهموا لو تفهمت الموضوع كويس الموضوع بيعدي ومش بيتنقل بقى للموضوع المراضي لكن لو تنقل بقى بعد أربع سنين أو خمس سنين كده بيخش معنا لازم جلسات تخاطب بقى أو كده يعني حتى لو الطفل بيتكلم كتير ده برضو بيندرك تحت مرض التخاطب أمراض التخاطب كتير إزاي؟ يعني بيتكلم كتير من النوع اللي هو بيلح في الطلبات أو كده لا لا ده مانهوش علاقة بالتخاطب طيب بما أن حضرتك برضو متخصصة في تعديل السلوك يوجدت أساليب كتيرة للتربية الحديثة وتعديل السلوك ممكن حضرتك تقول لنا إزاي بتتم تعديل السلوك؟ طبعا من سلوك غير مرغوب فيه للسلوك اللي هو اللي إحنا حابين أنه يكون الطفل عليه طبعا مثلا أهالي مثلا تقول أنا عايزة إبني مثلا يقعد كده ويهدى زي الأطفال عشان إيه أقول عليه طفل مؤدب أنت في نظرك إيه الطفل المؤدب؟ اللي هو قاعد ما بيتحركش وهو هل يعقل أساسا أنه أنا هخلي طفل أنه هو قاعد كده ما بيتحركش؟ وهو لازم يكون طفل لأنه عندي أنا المشكلة صح ما ينفعش أنه أنا قطلو من طفل قعد ما تتحركش ما تدلش الحتة جمع الألعاب ما تلعبش هنا لما تعودش ينفعش أنك تحجيم الطفل هو الطفل أساسا موجود عشان يلعب دي فترة أصلا فترة النمو بتاع الطفولة لازم تتشبعي كلها لعب ومراح وتنطيط ويكسر ويخرب أسلوه هيكتسب مهرات منين؟ وعنده حب استطلاع وعنده فضول أنه هيعرف مثلا يعني مثلا الكباية دي لو كسرها مرة واثنين ما هو مش هيعرف أنها هتتكسر غلا ومتكسر مرة واثنين وها يعرف أنه هو يقوم بالتقربة فعلا للفعلية فلازم نديله أول حاجة نديله براحن هو يلعب ويتنطط عادي الحاجة الثانية الأم مفروض أن هي تعرف أن كل طفل ليه قدرات مختلفة عن طفل الثاني يعني مثلا أنا ابني وسأتأخر في الكلام وفيه مثلا أطفال تانية في العيلة ابن أختي ابن أخوية ابن عمي وهكذا مقارنوش بأكرانو المقارنة أصلا دي فيها نقطتين أول حاجة أنت لازم تؤمني أن مثلا النمو اللغوي عن طفل الثاني أسرع شوية عن النمو اللغوي بتاع ابنك مسيره هيتكلم بس هو أبطأ شوية ممكن يكون بقى ابنك مثلا في النمو الاجتماعي متفوق شوية عن الطفل الثاني في النمو العقلي متفوق شوية عن الطفل الثاني فما تحكميش على ابنك وطبعا فيه اختلاف في القدرات الزجلية والاستيعابية طبعا كل طفل مختلف كل طفل متفوق عن طفل الثاني في زكاء معين أو حاجة معينة أنت لو قارنت بقى كتير من الأمهات طبعا اعمل كذا أولا أنت بتضعيفي عنده ثقة في النفس بيقره الطفل الثاني أنت خلاص أنت يعني مثلا أنت مثلا لما نقردك بحدك مثلا زرعت في دماغه أن التاني أفضل منك فخلاص هو أحسن منك بمشاعر البغض والقراهيات هيرفض أنه أساسا يتعامل معين ممكن تتحول أسلوبه لعدواني بالضبط ممكن فعلا بعد كده عندك سيب الطفل يفشل مرة واثنين وثلاثة عادي جدا مثلا الأمهات دايما بطلعنا في سنة أننا جبنا الأول في البتدائية والأول في السنة والأول في الاعدادية وكل الأمهات وكل الأوبار ما شاء الله عليهم جايبين الأول في كل المراكز كل مراحل عمري لا عادي أنت لازم تعرف الطفل أنك لازم تفشل عشان تنجح لو ما وقعتش مثلا الطفل مثلا هو بيجري وقع إيه المشكلة ما يقع؟ لا الأمه مثلا بتروح تسقط أنه هو وقع مثلا على التربيزة اللي تخبط فيها أو الكرسي اللي تخبط فيه طب أنت ليه ما تفهمهوش؟ وهي دي جماعت هي فعلا هي السبب أنه وقعته ولا هو اللي جرى وما خدش باله أنه هو وقع فأنت لازم تعرف الطفل لا أنت بعد كده امشي بالراحة أو خد بالك أن في حاجة قدامك عشان تعرف أن أنت ما تقعش أنت برضوهو من أنواع أن أنا بزود عنده سرعة الامتباء بالضبط طمعيم؟ زي مثلا برضو دي بتعلمنا أن أنا هو هيعلمي الأول حاجة أنه هو يفشل عادي من إيش مشكلة الحاجة الثانية أنك هتعلميه من نقطة الفشل بتاعته أو من نقطة اللي هو وقع فيها يعني مثلا أنت دياتي لك كوباية قلتوله وسمح تدخلها لي جوه في المطبخ هو كمركز قوي مع كرتون عايز تفرج عليه فطبيعي عم داخل كده حطها ما عرفش هو حطها إزاي وجرى جاري فطبيعي الكوباية إيه وقعتك كسرت خلاص اسمعي بقى ابن كويس ما تهجميش بقى عليه أنت وقعت الكوباية ليه أنت كسرتها ليه أغلب الأممات بتعمل كده لأ أنت يعرفي منه بالروحة خالص أنت وقعت ليه كوباية هتلاقي عنده مثلا كذا رضي يقولك معلش يا مما أنا كنت مركز أكتر مع التلفزيون فما خدتش بالي أنا حطته إزاي طفل تاني أصغر شوية مثلا يقولك يا مم معلش هستهي كانت تقيل علي وما قدرتش أكامل بيها لغاية ما دخلها في المطبخ فوقعت مني غصبا عني يعني شوفي هي نيته إيه وانت دخل عليه بنية إيه بالضبط كده فأنت لأ عرفيه دي حبيبي كوباية مثلا إزاي لو محطتهاش مكانها أعرف أن هي هتقعت الكسر فممكن خلاص بعد كده أنا هبدلك بكوباية مثلا بلاستك ومسيك الكوباية مثلا إرميها على الأرض أكيد طبعا مش هتقصر فعرفيه خلاص أنت ترامى مثلا مستعجل هعبديه لك بعد كده تشرف الكوباية بتاعتك دي لو أنت منتبه أكتر ومركز بخلي بقى لك تحط الكوباية فين أنت كده علمتيه من الموقف أنه هو جلط من الموقف السلبي بالضبط وغيرت السلوك تماما وبضل ما تهجم عليه وانت هجمت عليه وأسانا مش عارف انت هجمت ليه وأنا مش عارف أن هي كوباية إزاز وها تقصر أنا مش فاهم أساسا يعني إزاز أنت حولت يبقى الموقف لخلطة الأمهات كلها اللي بتقع فيها أنهما بيعقبوا الأطفال والأطفال أصلا هو سنهم أنه هو سن مش فاهم بالضبط فأنا لما أجي عقبه هو من جوا بيقول طب هي بتعقبني ليه فيه إيه إيه اللي خطأ في كده مظبوط فعلا فديانت أن أنت بتعلميه من نقطة الفشل بتاعته خلاص عايزة بقى تطلعي طفل معتمد على نفسه وطفل اجتماعي وطفل حابب نفسه ويقدر بعد كده أنه هو يفتح بيت ما يبقاش زي مثلا اللي مثلا ابن أمه أو مستني مثلا أن حد يصرف عليه ده موجودة حاليا في المجتمع بالضبط ويتعاني منها الزوجات بعد الزواج أن الزوج للأسف اعتماده الكل على الأم بالضبط ليه بقى الأخوات مثلا لو قاعدين أخوها مثلا يقول البنوتة لو سمحت أميها تيلي موية فقررها مرة واثنين ما تقومي يا بنت تجيب لأخوك مية أنت شفت أنت عملت إيه هي على فكرة ليها دلالها واللي هي مش مسؤولة أن هي تجيب لأخوها مية عوديه أنه أنت عايز طلب روح قومي انتهاته لو هي عايزة تجيب له مية خلاص مشكلة تجيب عادي لكن مش بالأمر أنت مش بتأمري أن أنت لا هتقومي تجيبه له غصبا عنك خليه الشخص يعتمد على نفسه ويحس بمسؤولية نفسه طيب نحن عندنا نموذج تاني من نموذج تاني من سليب التربية الحديثة اللي هو نموذج لأسلوب النمزجة اللي هو أننا أخليه يحاكي نمازج إيجابية صح؟ هو شايف مين في البيت؟ الأم والأب طبعا هما دول أكتر نمازج إيجابية بالنسبة لك ففي الفترة فترة الطفولة أكتر حد شايفهم هو ممته وبابا وبالأغلب هتبقى والدته لأن طبعا بابا بيكتسب منه أكتر هنخش بعد كده المدارس هنخش بعد كده الأصدقاء أنت دورك بقى أنت مرية ابنك خلاص يعني مثلا أنت صحتي من نوم ومتي كده دخلت على المطبخ على طول لا غسلت وشك ولا اتوضيتي ولا صليتي ولا عملت أي حاجة فبالطبيعي ما تجيش تطلبي منه يلا أنت ما زلتش وشك ليه؟ هو أنت غسلت وشك أساسا لما هو يروح يغسل زيك؟ يعني أنا بديك أبسط مثال خالص يعني أنت واجهت البيت أنت عملت كذا هو هيعمل كذا تمام؟ ومش شرط على فكرة برضو في أطفال ربنا هديهم ده من عنده وفي أطفال تانيين يعني مثلا ما تحكميش مثلا أنت أم فشلة أم مش عارفة تربي الأم التانية مثلا ده بتعيد الكلمة مثلا ما بتعيدش الكلمة أو بالنظرة بس كده بيستجب بيها من أول نظرة مش شرط على فكرة مش هقول مثلا إن ده فشل منك أو دي نصلاح منها أكتر أو دي شطرة أكتر أو عارفة في الدنيا أكتر لا ما تحكميش خالص على الأم بدي أو دي دي بتبقى هدايا سبحان الله وتعالى من عند رب لكن طبعا إحنا قلنا إن فيه اختلاف في القدرات الزبط كده من كل فرد وفرد فيه أطفال طبيعة كده طبعيتها هادية أساسا وفيه أطفال اللي هي عندها فرط الحركة اللي هي ما بتعودش إشقية زادة عن اللزوم إشقية زادة عن اللزوم دي تلقوم أساساً دايماً منبوزين ده بتحرك كتير ده أنت رقم طبعا لو عنفته هل بيؤدي المتيكة سلبية على شخصيته؟ أه طبعاً أي طفل ما بالك بقى طفل هو شاقي زادة عن اللزوم بتحجميه دايماً على طول بتديله دي برضو بقى سابة ترباني دايماً على طول بتنبذيه على طول بتزميه إنت وحش إنت غبي إنت شاقي إنت حرجني في كل مكان إنت مش نافع في أي حاجة الكلام ده كله الطفل بيخزنه عنده في الزاكرة بتاعته وبناء على كده لما بيكبر حتى لو ما قدرش يتحرر من الكلام ده بيسترجع كل ده لو دخل في مشكلة مش هيقدر يحلها ليه بقى؟ أنا أساساً ما بتقولي أني أنا فاشل لو دخلت في أي حاجة مش هحلها أزازة حصيلة مشاعة سلبية ما تقولوش أن الكلام ده مش بيقصر الكلام ده بيدخل كده جوة الزاكرة ما بيطلعش آه يعني ما نقولش أن الطفل ده ما هوش فهم وأنا أقول زي ما أنا عايزة وأتعامل زي ما أنا عايزة بالعكس هو زي ما قلتي أن الطفل هو مريتي آه بيخزن الحاجات دي كلها وبيطلع بعد كده بعد كده هيبقى عنده استقاف نفسه خالص لو تحط في مشكلة مش هيقدر أساساً أنه هو يواجهها عشان كده بلاش دايماً أن أنت تزميه وبلاش دايماً تشجيع عمال على بطال يعني طول النهار في توازن في توازن على طول شخصية على طول بقى مغرور خلاص أنا وصلت إلى المثالية ممو دايماً مخليني أحسن حاجة فلو حد يجي قال له حاجة أنت بتتكلم في إيد أنا بيرفكت في كل حاجة فلا خالص فيبقى فيه توازن بالإضافة لكده برضو أن احنا هنديله رعاية وحب على فكرة أهم حاجة طبعاً الحب أهم حاجة الحب مش شرط مثلاً أن أنت مثلاً الموفرة كل وسائل الرفاهية وسائل التغذية كلها وسائل الراحة كلها وديها أحسن تعليم وفرع أفضل الأغذية في البيت الطفل مش بيفتكر الحاجات دي على فكرة والحاجات دي بالنسبة له استثنائية عادي دي واجبات على حسب قدراتك المادية أنت بتغفري مش مطلوب منك على فكرة أن أنت تجيب أغلى لبس أو أغلى أكل المطلوب منك بقى أن أنت تشبعي حب وحنان ليه بقى هيفتكر الأحضان ماما حضانتني آخر مرة إمتى ماما بسيتني آخر مرة إمتى تمام؟ ماما بتتكلم معي إزاي في الحوار إحنا 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 منعتذر ومعنا انتظرونا فاصل وهنرجع لكم بعد الفاصل مع فكرة جديدة مع المتحدي القعاقة وبنشكر الأستاذة نوران صفوة عن توجدك معنا وإن شاء الله فرصة تانية تكونين موجودة معنا فيه حتى أمرك تشرفت بك شكرا معصا اشتركوا في القناة